هيمنة إيران على العراق لم تعد سراً فطهران تتحكم فعلياً بالسياسة عبر أذرعها الولائية سواء كانت ميليشيات أو أحزاباً تحكم إلى درجة يصعب تصورها فهي التي بدأت تخطط لبقاء طويل الأمد في العراق بقاء ربما سيكون من الصعوبة تفكيكه بسهولة ولا سيما مع أدوات البقاء والسيطرة والنفوذ في العملية السياسية وقع الحال بحسب مراقبين يقول إن إيران اليوم امتلكت هيمنة كاملة على العملية السياسية في العراق وذلك عبر تبعية الأحزاب والقوى السياسية في العراق لها والتي بدورها أنشأت ميليشيات صارت هي المتحكمة في العراق والمنفذة لأجندتها إيران نفسها التي سعت إلى دفع الأحزاب والقوى السياسية إلى الطلب من القوات الأمريكية للانسحاب مراراً وتكراراً كل هذا كان عبر الأدوات الإيرانية في العراق وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً نرى أنه قبيل الانتخابات البرلمانية وبعدها بدأت الميليشيات بتنظيم نفسها سياسياً من أجل هذه المنافسة التي ربما تتسبب في المزيد من الهيمنة الإيرانية على النظام السياسي في العراق مراقبون انتقدوا ضعف الحكومة الحالية أمام إيران مما يسهل لطهران فرض سياستها على حكومة بغداد والسيلاء على الثروات الطبيعية المشاركة بين البلدين ولسيماً ضمن الشريط الحدودي من البصرة إلى السليمانية من نفط ومياه وأراض إيران ترى اليوم في هيمنتها على العملية السياسية في العراق فرصة تاريخية لن تتكرر ناهيك عن الفوائد الاقتصادية التي تجريها سنوياً منه ويتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً فتهران باتت تسيطر بشكل فعلي على مؤسسات الحكومة في العراق وقد لمس العراقيون أن أي مشروع في بلدهم إذا لم يصف في مصلحة إيران يحكم عليه بالفشل قبل أن يولد ليدرك الجميع السحالة إعادة العراق إلى ما كان عليه قبل تطهيره من هيمنة إيران وميليشياتها التي تتحكم في البلاد